ثم صلي وتعي ربك يرحمك وتوب عليك البحث الثاني نكمل الحديث اللي هو ثم صلها اللي هو في لفظ المسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلها بين المغرب والعشاء قولوه ثم صلها بين المغرب والعشاء يحتملوا أمرين أحدهما أن يكون التقدير فصلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء إما التقدير هنا وقت المغرب ووقت العشاء هذا تقدير والتقدير الثاني فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء ما الفارق بين المعنيين أو بين التقديرين لما يقول فصلها بين وقت المغرب ووقت العشاء او يقول فصلها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء ايه الفرق هنا ماذا سيكون الفرق حد يقول كده من غير ما يقرأ انا عاودت تقول من هنا من دي دي هنا للعقل ايه الفرق لما يقول طبعا صلى صلاة العصر هو شغلونا عن صلاة العصر فضاعت الصلاة الوسطى صلاة العصر ده في غزوة الخندق وكان حزين عليها طبعا عليه الصلاة والصلاة شغلونا فضاعت الصلاة فرحم صلاها بين المغرب والعشاء بين المغرب هنا اما بين وقت المغرب والعشاء واما بين صلاة المغرب ايه الفرق بقى لو بين وقت المغرب وبقى هنا ووقت العشاء بس صلاة وقعت اين في الوقت اللي هو المقدر لصلاة المغرب وصلاة العشاء صلاة العشاء تحين الساعة كذا وصلاة المغرب الساعة كذا الوقت هيبقى في هذا الوقت اما بين صلاة المغرب والعشاء فهنا ممكن بقى ليس بالضرورة الامر مرتبط بالتوقيت ليس مرتبط بالضرورة بالتوقيت المعروف اللي هو موجود بين المغرب والعشاء خارج الوقت ممكن ممكن الترتيب بين الفوائد ممكن تكون المغرب والعشاء ايضا فاتت فصل لها ضمن الفوائد بس في غير وقت المغرب والعشاء المهم ان الصلاة نفسها ان المغرب وبعدين العصر وبعدين العشاء الترتيب نفسه خارج الوقت المقصود هنا سيكون مجرد الترتيب مغرب عصر عشاء يبقى هنا المقصود لو قلت بين صلاة المغرب وصلاة العشاء سيكون مجرد الترتيب هو المهم وتقع في أي وقت لكن لو قلت بين وقت يبقى هنا ستكون المسألة متعلقة بالوقت المتاح والمباح ما بين المغرب وحق حين يا حق وأواء أزان العشاء ولذلك هو يقول وعلى هذا التقدير يكون الحديث دلا على أن ترتيب الفوائد غير واجب لأنه يكون صلاها أعنى العصر الفائتة بعد صلاة المغرب الحاضرة هنا بقى الدلالة لو قلت التقدير الثاني اللي هو ايه بين صلاة المغرب وصلاة العشاء سيكون الفوائد صليتها كذا المغرب العصر العشاء احنا عندنا القاعدة العامة هي الترتيب في الفوائد لما يفوتك الصبح والظهر والعصر مثلا وعاوز تقديرهم لازم تصلي الصبح الأول وبعدين الظهر وبعدين العصر أزن المغرب أزن المغرب فلابد أن يصليها في ذلك الوقت هنا لا يعود الأمر إلى ترتيب الفوائد لأنه هو فاتته العصر وأزن المغرب يبقى يصلي المغرب عشان حان وقتها ثم يصلي العصر هنا لا يؤثر هذا في ترتيب الفوائد وسيبقى ترتيب الفوائد مطلوبا لو قلت بين وقت التقدير الأولان وصلها بين وقت المغرب ووقت العشاء طبعا لازم يكون صلها في هذا الوقت لأنه فاتته صلاة العصر وأزن المغرب بيروح مصلي المغرب الأول لأنه حان وقتها وبعنه يقضي الصلاة الفائتة اللي هي العصر هنا إشكال الترتيب بين الفوائد غير وارد لكن عموما صلها بعد ذلك في أي وقت ورح جاي في إمكانية بقى أن أنت تصلي العصر الأول وبعدين المغرب وبعدين العشاء فقوله فصلها بين المغرب والعشاء يعني صلى المغرب ثم العصر ثم العشاء هذا يؤثر في قاعدة ترتيب الفوائد لذلك يقول على التقدير الثاني اللي هو فصلها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء قالوا على هذا التقدير يكون الحديث دالا على أن ترتيب الفوائد غير واجب لأنه يكون صلاها أعني العصر الفائتة بعد صلاة المغرب الحاضرة وذلك لا يراه من يوجب الترتيب إلا أن هذا الاستدلال يتوقف على دليل يرجح هذا التقدير أعني قولنا بين صلاة المغرب وصلاة العشاء يعني هذا لو قلت صلاها بين المغرب والعشاء يعني بين صلاة المغرب وصلاة العشاء دون اعتبار للوقت بينهما هذا سيكون في صالح من لا يرى الترتيب في الفوائد لكن من أين لك أن هذا التقدير هو الصوار حتى تقول أن هذا يصب في مصلحة عدم الترتيب بين الفوائد يرجح للتقدير أولا وابني عليه عدم ضرورة الترتيب بين الفوائد لكن لا ده التقدير الأول هو غالبا هو الراجح التقدير الأولان إنه هو المغرب أزن فصلاها بين وقت المغرب والعشاء وممكن يكون صلاة العصر أولا وبعدين المغرب بين وقت المغرب والعشاء هو غالبا هذا اللي حق المقصود صل العصر يعني بين الوقتين العصر راح نصليها وبعدين المغرب وعدين عشاء يبقى هنا الترتيب موجود وصلى العصر هنا في الوقت بينهما وبدأ بالعصر يعني فاتته صلاة العصر أزن المغرب راح نصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء يبقى الترتيب هنا موجود أما بعد ذلك صلاها بين صلاة المغرب والعشاء حتى لو في الوقت يبقى هنا العصر في الوسط يبقى هنا مفيش ترتيب يبقى الراجح ما هو يبقى إذن الراجح هو يعني هنا حتى لو نقع في مسألة عدم الترتيب أو عدم ضرورة الترتيب بين الفوائد يبقى هنا هنغلب التقدير الأول أن نصلاها في الوقت بينهما وطبعا هو صلاها المفهوم هنا أنه صلى العصر أولا يعني أذن المغرب فصل العصر ثم المغرب ثم العشاء في الوقت ما بين وقت صلاة المغرب ووقت صلاة العشاء نقرأة تاني برضو الحتة دي البحث الثاني قولوه ثم صلاها بين المغرب والعشاء يحتمل أمرين أحدهم أن يكون التقدير فصلها بين وقت المغرب ووقت العشاء والثاني أن يكون التقدير فصلها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء وعلى هذا التقدير يكون الحديث دلا على أن ترتيب الفوائط غير واجب لأنه يكون صلها أعنز العصر الفائتة بعد صلاة المغرب الحاضرة وذلك لا يراه من يوجب الترتيب يعني المغرب صلى حتى ولو في الوقت وبعدين العصر لا هو صلى العصر التقدير الأول العصر وبعدين المغرب والعشاء في الوقت بينهم وذلك لا يراه من يوجب الترتيب إلا أن هذا الاستدلال يتوقف على دليل يرجح هذا التقدير أعني قولنا بين صلاة المغرب وصلاة العشاء أعني قولنا بين صلاة المغرب وصلاة العشاء على التقدير الأول يعني على دليل نشوف الكلام إلا أن هذا الاستدلال يتوقف على دليل يرجح هذا التقدير اللي هو التقدير الثاني يعني اللي هو بين صلاة المغرب وصلاة العشاء على التقدير الأول اللي هو ايه بين وقت المغرب ووقت العشاء فإن وجد دليل على هذا الترجيح تم الاستدلال وإلا وقع الاحتمال ومع وقوع الاحتمال يسقط الاستدلال يبقى لابد من دليل يرجح التقدير الثاني على التقدير الأول عشان تقول لي أن الترتيب بين الفوائد ليس مطلوبا ثم يقول وفي هذا الترجيح الذي أشرنا إليه مجال للنظر على حسب قواعد علم العربية والبيان وقد ورد التصريح بما يقتد الترجيح للتقدير الأول يبقى التقدير الأول هناك أيضا ما يرجحه من قواعد اللغة والبيانة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب وهو حديث صحيح يبقى هنا في حديث بنص يبقى كده انتهينا تماما يبقى لما فاتته صلاة العصر وأزن المغرب صلى العصر أولا ثم صلى المغرب هناك حديث النص على ذلك يبقى هذا الحديث يدل دلالة أكيدة على أن التقدير الأول هو المقصود وأنه نصلى العصر في الوقت ما بينهما ولكن قدم صلاة العصر وأتى بعدها بالمغرب ثم العشاء إذن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب هو حديث كما يقول حديث صحيح يصب في مصلحة التقدير الأول وفي مصلحة الترتيب بين الفوائد وكونها واجبا كما هو موجود عند الشافعية فلا يلتفت إلى غيره من الاحتمالات والترجحات والله أعلم ثم يقول وحديث ابن مسعود الآتي عقيب هذا الحديث يدل على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر أيضا كما في حديث وسيأتي الحديث في المرة القادمة نشرحه بإذن الله وقوله فيه حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى حمرت الشمس أو اصفرت وقت الاصفرار وقت الكراها ويكون وقت الاختيار خارجا ولا تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار فقد ورد أن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو نقبانا ونمراد بذلك أنه لو كانت الآية نزلت لأقيمت الصلاة في حالة الخوف على مقطبته الآية يعني كانت الآية نزلت ومع ذلك لم يؤخر الصلاة عن وقت الاختيار وصلوها يعني وقت الحديث بيقول حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى حمرت الشمس أو اصفرت لا تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار فقد كان قبل النزول قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو رجبانا ومراد بذلك أنه لو كانت الآية نزلت لأقيمت الصلاة في حالة الخوف على مقطبته الآية يعني هنا لو كان يعني وقت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت احمرار الشمس أو اصفرارها كانت نزلت قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يبقى إذن تأخير الصلاة هنا أخروها رغم الآية يعني لا ما قالك آه قبل نزول الآية نعم قبل نزول الآية صح وإلا وإلا لكانوا فإن خفتم يعني لو كان لو كان ذلك بعد نزول الآية لأصلوها في أول الوقت لكن أخروها وكان ذلك قبل نزول الآية تمام يعني لو كانت الآية نزلت لم يكونوا قد أخروا إلى وقت احمرار الشمس أو اصفرارها وقوله حتى صفرة الشمس قد يتوهم منه مخالفة لما في الحديث الأول من صلاتها بين المغرب والعشاء وليس كذلك بل الحبس انتهى إلى هذا الوقت ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب كما في الحديث الأول وقد يكون ذلك الاشتغال بأسباب الصلاة أو غيرها فما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضن لجواز التأخير إلى ما بعد الغروب لأنه قال حتى صفرة الشمس تمام حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث عن صلاة العصر حتى حمرت الشمس أو صفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن صلاة العصر صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا وفي الحديث دليل على جواز الدعاء حبس المشركون هنا بيجاوب على مسألة أنه حتى صفرت الشمس هل يفهم من هذا أنه طبعا ورد في الحديث أنه أخرها إلى أنحنى وقت المغرب فصلى العصر ثم المغرب هل يتعارض هذا من كونه أخرها إلى ما بعد صلاة المغرب قال ليس كذلك بل الحبس انتهى إلى هذا الوقت الحبس أنهم كونوا حبسوا في الحرب إلى هذا الوقت ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب يبقى الصلاة هنا بعد المغرب هو بس الحبس أنهم حبسوا لكن الصلاة وقعت بعد المغرب لكن الحبس كان حتى صفرار الشمس من قبل بسبب الحرب وبالتالي لا يعارض هذا حديث أن أخرت الصلاة إلى ما بعد المغرب صلاة العصر كما في الحديث الأول أو يكون ذلك الاشتغال بأسباب الصلاة وغيرها فما فعلها رسول الله مقتدل الجهاز التأخير إلى ما بعد الغروب أو قد يكون ذلك للاشتغال حتى حان وقت الغروب بأسباب أخرى متعلقة بالصلاة حتى حان وقت الغروب فصلى العصر بعد أزان المغرب يبقى في كل الأحوال كما ورد في الرواية أن العصر صلية بعد أزان المغرب الانشغال وصل لحد صلاة المغرب فصلى العصر ثم المغرب كما ورد في الحديث ثم يقول وفي الحديث دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا طبعا الحديث ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حش الله أجوافهم وقبورهم نارا هنا مسألة جديدة تماما مسألة الدعاء على الكفار أن يجوز الدعاء عليهم بمثل هذه الدعوات التي دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم يقول ولعل قائلا يقول فيه متمسك لعدم رواية الحديث بالمعنى فإن ابن مسعود تردد بين قوله ملأ الله أو حش الله الأول قال ملأ الله قلوب أجوافهم وقبورهم نارا أو ده كلام سيدنا عبد الله بن مسعود أو حش الله أجوافهم وقبورهم نارا فهنا تردد ابن مسعود التردد ده يدل على إيه إنه مصمم على أن يذكر هو يريد أن يذكر اللفظ كما صدر من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بيقول ما صدر من فمه عليه الصلاة والسلام إما ملأة وإما حشة إذن هو يريد اللفظ كما هو إذن هو لا يجوز الرواية بالمعنى لو كان يجوز الرواية بالمعنى لقال ملأة وخلاص وكان النبي قالها حشة فمعناها ملأة أو قالها ملأة وقال حشة فقط واكتفى بها وهي في معنى ملأة كان اكتفى بأحد القولين قال ملأ الله قلوبهم وغفهم نارا أو قال حشة الله وكلهما يؤدي المعنى ما هي ملأة بمعنى حشة هذا إذا كان يجوز الرواية بالمعنى كان اكتفى بأحد اللفظين وكل من هما يدلوا بالمعنى على الأخر لكنه قال قال هكذا أو كذا يبقى هو يريد اللفظ ويؤكد عليه واللفظ مقصد عنه ولا يريد أن يتغافل أو لا يريد أن يند عنه اللفظ الذي قاله رسول صلص إذن هذا في النهاية يؤدي إلى أنه لا يرى الرواية بالمعنى لا يرى الرواية بالمعنى وإنما لابد اللفظ أن يكون كما هو إذن فإن ابن مسعود تردد بين قوله ملأ الله أو حش الله ولم يقتصر على أحد اللفظين مع تقاربهما في المعنى وجوابه بيجاوب بقى بيقول لا ليس هذا بالضرورة أنه فيه إجازة لعدم الرواية بالمعنى طبعا يفهم من طريقة سيدنا عبد الله بن مسعود من أنه قال كذا أو كذا أنه هو لا يرى الرواية بالمعنى لكن يرد وجوابه جواب من نسب هذا القول لابن مسعود أو من اعتبر هذا مذهب عبد الله بن مسعود أنه لا يرى الرواية بالمعنى جوابه جوابه إيه أن بينهما تفاوتا لا دي حشا غير ملأ ده هو قال كده يعني دي هذي غير هذي وبالتالي هو ذكر هذا وهذا ولا يعني ذلك أنه لا يرى الرواية بالمعنى وجوابه أن بينهما تفاوتا فإن قوله حش الله يقتضي من التراكم وقثرة أجزاء المحشوب ما لا يقتضيه ملأ يعني رد نوع من الرد على الذي نسب هذا لسيدنا عبد الله بن مسعود وقد قيل أن شرط الرواية بالمعنى أن يكون اللفظان مترادفين لا ينقص أحده معنى الآخر يبقى دول لا اللي هنا الألفاظ في حشا غير ملأ لكن الرواية بالمعنى شرطها أنه إيه اللفظين يكون مترادفين لا ينقص أحده معنى الآخر على أنه وإن جوزنا الرواية بالمعنى فلا شك أن رواية اللفظ أولى فقد يكون ابن مسعود تحرى للطلب الأفضل في كل الأحوال وده مذهب ابن دقيق العيد على فكرة بل في كتابه الاقتراح أنا رأيت لابن دقيق العيد أنه قال أنه لا يجوز الرواية بالمعنى لا يجوز الرواية بالمعنى أصلا وهذا مذهب ابن دقيق العيد له أظن ذكر هذا في كتاب الاقتراح فحتى وإن رأى أنه لا هنا يجوز الرواية بالمعنى لكنه قال هنا فلا شك أن رواية اللفظ أولى من الرواية بالمعنى وأظن أن له رأيا في كتاب الاقتراح ينص فيه على عدم الجواز الرواية بالمعنى ابن دقيق العيد من معروف من اللي هم أصحاب متشددين في موضوع الرواية بالمعنى ورجعوا مذهبه وحد يبقى يقول لي المرة الجاية حد كده يقول لي أنا أريد منكم تراجعوا هذه المسألة موقف ابن دقيق العيد من الرواية بالمعنى لأن أظن أن له موقف متشدد في هذا الشأن بخلاف غيره من العلماء وأغلب العلماء أو كثير منهم أجازوا الرواية بالمعنى لكن هو أظن ليه موقف مختلف موجود في كتب المصطلح أو في كتب هو أظن في كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد يعني حد يجيب لنا يوفينا بهذا هي شيخ عمار وانت لك بتبحث بالدقيق العيد عاوزين نعرف موقفه من الرواية بالمعنى المرة الجاية كده كل واحد هسأله يقول له ماذا انتهيت ماذا يارى ابن دقيق العيد أو ماذا يذهبوا في الرواية بالمعنى وكل واحد يديني كده الخلاصة في هذا العمر وبهذا نكون قد انتهينا من ذلك الحديث ومن مباحثه الجليلة التي أفاض فيها ابن دقيق العيد وبين فيها فجزاه الله خيرا عن البيان وعن الفوائد وعن الفق وعن المعاني العميقة التي استخرجها والفق الذي استخرجه من هذا الحديث هل هناك أي أسئلة تتعلق بما تحدثنا عنه اليوم؟ هل هناك أي أسئلة تفاوت؟ تفاوت يعني قدر من الاختلاف يعني تفاوت يعني لا بمعنى عدم التطابق حشا ليس هي هي ملأة التفاوت في مقابل التطابق لا تفاوت يعني في اختلاف ولو قليل في المعنى فليس المعنى هذا هو هو هذا المعنى هناك تفاوت يعني مختلف أو على الأقل قدر من الاختلاف مغير أشد شوية مغير يعني هذا غير هذا لكن تفاوت يعني هناك قدر مشترك مع وجود جزء مختلف هذا هو التفاوت فهذا يعني هنا لما تحط أخونا عمار جنب هذا وفي الطول هتقول هناك تفاوت يعني أطول منه شوية لكن عنده طول برضو وده عنده طول بس ده أزيد منه شوية هنا فيه تفاوت مش تغاير يعني ده كده وده كده لا تفاوت يوجد دليل على التقدير الثاني تم الاستدلال هو ده التقدير الثاني المغرب ثم العصر ثم العشاء إنما التقدير الأول صلى في وقت المغرب يعني العصر صلىها كما ورد في الرواية ثم المغرب ثم العشاء وإلا وقع الاحتمال إذا ثبتت هذا التقدير الثاني تم الاستدلال لمن لا يرى الترتيب بين الفواء وإلا وقع الاحتمال إذا لم نثبت إذا لم يترجح التقدير الثاني هيقع الاحتمال احتمال يكون صح وخطأ ومع الاحتمال يسقط الاستدلال يعني هو في النهاية التقدير الثاني يعني يريد أن يعني هو التقدير الثاني لم يجعل له حجة قال هو مجرد استدلال وهو مجرد احتمال من قال لك إنه هنا لما الحديث الحديث بيقول إيه أصلا نص الحديث ثم صلها بين المغرب والعشاء ما معنى بين المغرب والعشاء إن كان بين وقت المغرب والعشاء يبقى العصر ممكن يجي الأول ثم المغرب ثم العشاء وفعلا وردت رواية العصر الأول ثم المغرب لكن لو قال لو قلت صلها بين المغرب والعشاء تعني صلاة المغرب وصلاة العشاء يبقى المغرب وقعت أولا يبقى كده هذا مخالف لمطلوبية ووجوب الترتيب بين الفوائد لأن الترتيب يقتضي أن العصر يكون الأول ثم المغرب ثم العشر فالتقدير الأول هو الراجح لأنه هو المعنى الأولي أولا وسانيا هو الذي يتمشى مع قاعدة الترتيب بين الفوائد وسالسا أن هناك رواية وردت أنه بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب يبقى أدلة كثيرة تؤيد التقدير الأول وأنه المقصود النبي عليه الصلاة والسلام أو مقصود الراوي من قوله صلىها بين المغرب والعشاء أي بين وقت المغرب ووقت العشاء ليس بين صلاة المغرب وصلاة العشاء وإنما في الوقت بينهما وبالتالي لما يبقى في الوقت بينهما يمكن أن توقع العصر أولا ثم المغرب ثم العشاء وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سمو صلي وتعي ربك يرحمه ويتوب عليك